أعلنت وزارة الصحة والسكان وصول القافلة الطبية الإغاثية ثانية إلى دولة جنوب السودان تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الطبي لدول الأفريقية الشقيقة ومساندتها في أوقات الأزمات وعشارت الصحة إلى أن القافلة بدأت أعمالها في تقديم الدعم الطبي الإغاثي لأهالي مدينة بور عاصمة إقليم جونجلي تضم القافلة أطباء واستشاريين في تخصصات الأطفال والبطن والأعمال والأمراض عفوا الصدرية والحميات وذلك بهدف تقديم الدعم الطبي للأشقاء بالمناطق الأكثر تضرورة من السيول والفيضانات بجنوب السودان